بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية ما زلنا مع أداة نظام التكاليف المستهدفة ناخد مثال واحد عليها قامت إحدى الشركات المنتجة للإلكترونيات التي تعمل في المملكة العربية السعودية بتحديد سعر بيع منتجاتها بكام 48 ريال للوحدة الواحدة وكان عدد الوحدات التي سوف يتم انتجها 10 تلاف وحدة وتستخدم هذه الشركة في تحديد أرباحها المستهدفة معدل العائد على المبيعات لأنها ممكن يكون عائدة على الاستثمارات أو عائدة على المبيعات المرادة عائدة على المبيعات والذي يبلغ 25% من سعر بيع الوحدة الوحدة فإذا علمت أن التكلفة المقدرة للوحدة 40 ريال المطلوب حدد الفجوة بين التكلفة المستهدفة والتكلفة المقدرة على مستوى الوحدة الحل المثال هنجيب معدل عائدة على المبيعات لكل وحدة اللي هو السعر بيع الوحدة اللي هو كان 48 في المعدل كان معطى بـ 25 يطلع 12 ريال إجمال العائد على المبيعات أخذ الـ 12 ريال دي وضربها في عدد الوحدات اللي هي 10 تلاف وحدة يطلع 120 ألف ريال التكلفة المستهدفة أو المسموح بها للوحدة الواحدة هنجيب معطى بـ 48 لسعر بيع الوحدة لسعر بيع الوحدة نقص الـ 12 اللي حنطلعناه معدل العائد اللي هو يعتبر هنا في الحالة دي العائد على المبيعات اللي هو الربحة يطلع التكلفة المستهدفة 36 ريال إجمال التكلفة المستهدفة أو المسموح بها هأخذ الـ 36 وضربها في عدد الوحدات اللي هو 10 تلاف تطلع 360 ألف التكلفة المقدرة اللي هوحدة دي كانت معطى بـ 40 معطى بـ 40 إجمال التكلفة المقدرة اللي 40 دي ضربها في عدد الوحدات يبقى 40 400 ألف ريال الفجوة بين التكلفة المقدرة والمستهدفة المقدرة دي الإجمالية 400 ألف والمستدفع حسبناها حسبت 360 ألف يبقى الفارق بينهم 40 ألف ريال دي الفجوة التكاليفية أجيب الفجوة دي على مستوى الواحدة أننا أقسم الـ 40 ألف على عدد روحدات العشر تلاف تطلع 4 ريال لكل واحدة